أعزائي المشاهدين النهاردة هنعمل باقي سلسلة حلقات السلطات مرة اللي فاتت عملنا 3 سلطات النهاردة برضو هنعمل 3 سلطات أتمنى أنهم يعجبوكم أول حاجة هنعملها هنشوف مقادرها وهي سلطة بالكرومب كرومب أحمر مقطعينه جذر مقطعينه كمان عندي هنا مايونيز قد مايونيز قد الزبادي عشان برضو نقلل السعرات شوية وملح وفلفل فهنبتدي نعمل السلطة دي بنحط كل حاجة على بعضيها فبحط الكرومب أهو بعدين بحط الجذر المبشور وبعدين بحط المايونيز والزبادي بعدين أبتدي أقلب ده كله كده على بعضه في ناس بتحبها يبقى فيها مسكرة شوية فبنحط شوية لبن صغيرة وبعدين بنحط شوية عسل قدم علاقة شاي عسل فهي كمان بحط شوية ملح وليلين قوي وبحط شوية من الفلفل اللي السود وبقلبهم على بعض أنا الحقيقة بفضلها تبقى حدقة لكن في ناس تانية بتفضلها يتبقى مسكرة شوية فحسب الرغبة لو محباها زي حدقة بس فما بحطش فيها العسل مع اللبن لو بحبها إن أنا تبقى مسكرة بحط معلقة العسل الصغيرة وعليها لبن وتبقى دي شكل الصلطة الأولانية اللي إحنا عملناها ثانية صلطة هنعملها أو ممكن تبقى نقنقة كده أو أكلة بسيطة كده لو أنا جعان هي عبارة عن جبنة أي نوع جبنة بحط عليه شوية زيت زتون بس مش بستخسر يعني بحط شوية معقولين وبعدين ببتدي أقلبهم في بعض كده وآخر حاجة بقى بحطها وهي دي اللي بتعمل الطعم الجامد جدا هي شوية توم ونقلبهم مع بعض كده بتقدر أحلي شكل الطبق بقى بأن أنا أحط شوية بقدونس من فوق شوية شبث زي ما أنا عايزة بس هي الحقيقة لوحديها كده بتبقى طعمها جميل جدا وبتبقى مناسبة تبقى صلطة ومناسبة كمان إن أنا أستخدمها كنقنقة كده وممكن أحلي شكلها بأن أنا أحط شوية زيت في النص وده الشكل بتاعها بتاع الصلطة التانية بتاعتي الصلطة التالتة بتاعتنا وهي بدنجان مخلل بحط شوية توم شوية حلوين كده وبعدين بحط عندي فلفل ألوان فلفل حرق فلفل أصفر فلفل حرق أحمر فلفل أخضر وجزر بحط كل ده مع بعضه في الهند فلندر أو أي حاجة تفروم لي الحاجات دي مع بعض ما عنديش ببشر الجزر وبقطع كل الفلفل ده تقطيع صغير وبيقدي الغرض برضه بعد كده بحط شوية زيت وكمان بحط شوية ملح فلفل وبعدين أدور الخلاط مع بعضه بص حضراتكو شكل الخضار شكله كده الخضار ده ببقى مش عايزة يبقى مفروم فرم ناعم ببقى عايزة فرم خشن عشان خاطر يبقى شكله باين جوا البدنجان بتاعنا ببتدي بقى أفتح البدنجانة بتاعتي وابتدي أحشي الخضار بتاعي واحطه جوه البدنجانة بالشكل ده وبكمل طبعا كله لحد الآخر في ناس بتحب تحط كمون طبعا مفيش مانع كده أنا حشيت كل البدنجان عندي اهو بالشكل ده أقدر بقى في الوقت ده أرصه عندي بطرمان زي ده بالطريقة دي وبعدين أزود عليه الخلطة بتاعتي اللي أنا حطاها جزء منها وبعدين أروح حطا شوية خل واحفظها في التلاجة ممكن كمان شوية زيت زتون أحطهم أزودهم في الآخر لكن لو مش بحب إن أنا أزود الزيت كده كفاية وبحفظها في التلاجة ويبقى شكلوا كده وبكده إحنا نكون عملنا الثلاث سلطات سلطة الكلوسلو وسلطة الجبنة بزيت الزتون والتوم وكده وده البدنجان الأسود ببعض الخضار وكده يبقى ينفع يتخلل ويتاكل بألفة هنا وشيفة موسيقى